السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله يا أخوي أهلال الله يبارك فيك والله يجزيجي خير أول شيء نسأل الله سبحانه وتعالى يرحم أستاذنا وأنس يا رب يسكنوا فسيح جناته خدمنا جميعا واستفدنا منه جميعا الله يجزيجي الخير يا رب ويرزقه الجنة اللهم يمين يا رب العام أخوي أهلال انت هنا أرسلت صورة بتقولي أن الخريقة دي أكبر ربية بيوت ملكية بعد ما فقت الملكة والبيوت الملكية دي تتخربت وبعد كده النحل بين البيت الملكي ده بتقول هل البيت الملكي ده يكون جيد ولا مش جيد أخوي أهلال الواضح إن الخريقة دي دخلت في مرحلة ربما يكون مشكلة دخلت في التجزيج وده مبين من الحضمة بتاعة الزكور اللي نتج عن التجزيج ثم إن البيت الملكي ده مش هينتج ملكة خلاص البيت الملكي ده تقدر تقول إن اليرقى أصلا ربما يكون سقطة في منتصف البيت الملكي دوت يعني مش وصل لها اغزاء ملكات ولا شيء. وتقدر انك انت تفتحها هتلاقي ان البيت الملكي ده بتفاشل. ملوش لازمة. عامة انت لازمة تضم الخلية دي. ان الخلية دي خلاص راهت في مرحلة وحشة. حتى لو انت عندك ملكة ملقحة مش هتنفع تنزيلها تخسر ملكة. حل الخلية ديت ترفع الاطارات اللي فيها. سواء اطارين تلاتة اربعة. آآ بالنسبة للنحلة تضم على خلية جنبها يكون خلية قوية. ده الحل الوحيد. ولا تنزل لها برواز بيض ولا حضنة ولا تنزل لها ملكة ولا اي شيء. لان الخلية ده ان هي اصلا آآ كذبت ويدل على ذلك الحضنة الزكور اللي هي واضحة امام نها. فانت حلك الوحيد الله يبارك في عمرك ضم الخلية ديت لخلية قوية مع التقفيص افص على الملكة آآ بتاعة الخلية القوية اربعة عشرين ساعة فقط بس للاحتياط. آآ بحيث ان احل يكون تجانس مع بعض ان شاء الله. وبعد يكاتف رجع الملكة ما فيش مشكلة. آآ انما حيثت انك انت هتروح تنفضها في مكان بعيد وتنزل لها ملكة او تنزل لها اطار حضنة او كلام من ده. آآ ما لهاش لازمة كلام ده كله. وبعدين ما عنديش علم هل انت عندك آآ تلقيه حاليا في الوقت الحالي في بلدك ولا لأ. واخد بالك. فانت ريح دماغك وضم الخلية دي. بالنسبة للاطارات بتاعتها. الاطارات اللي فيها بيض. اللي فيها بيض. آآ حاول انك انت ترشها بمية علشان تخلى البيضة يفسد. طبعا بالنسبة اللي فيها حضمة الزكور اللي هي في الامام دي. آآ يفضل ما تنزلهاش الا في خلية قوية ولكن اول شيء تجيب المقشاط المقشاط اللي هي بتاعت آآ اللي بنشيل بها العسل المختوم. تقشط حضمة الزكور دي. تمام? وتنزلها داخل خلية قوية للنحلة يتعامل مباشرة مع تنظيف الاطار دي. تمام? بس اول شيء ازا ما انا بقول لك تقشط حضمة الزكور دي. بحيث ان هي ما تطلعش وبعنى صحة ان نحلة مش يستفيد منها. واصلالك ان اقصد ايه? وام حاجة خلية قوية عشان يقدر النحلة يتعامل مع التنظيف بتاع الاطار دي. الله يبارك فيك يا اخوية هلال والله يجزيك الخير يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة الله يا اخوية الله يبارك فيك الله يجزيك الخير. بتقول عاوز طريقة للضبور الاحمر. تعمل ايه? الله الدبور الاحمر صعب. ثقة. ثقة. بالاخص لو انت الوحيد اللي في المنطقة بتاعتك. المنحة بتاعك الوحيد في المنطقة بتاعتك. هيكون مهما كافح. حطيت مصايت. حطيت سم. تمام? حطيت اي شيء. انت الوحدة بتكافح. خلي بالك دي صعبة. صعبة جدا بمعنى كلمة صعوبة. وبعدين عندك خلايا. اطارين تلاتة. انا بقول لك. عليها السلام. العام الماضي اه كان كارثية بجد. انا نفسي انا نفسي اه اه اطارات الخسائر. والسبب زي انا بقول لك ان انا الوحيد موجود في المنطقة مثلا اه عشرين كيلو مفيش مناحل جنبي. فبالتالي النحل النحل اه اللي موجود بتاعي فقط. الدبور بيستفرد به ما هو مفيش. تخيل كياه مثلا لو موجود تلاتة اربعة مناحل في المنطقة اللي انت متوجد فيه. واحد يكافح بالمصايد والتاني يكافح بالسم وكل واحد يكافح على قد من يقدر. هتقدر اه وكل واحد يروح مثلا يوصل للعش بتاع الدبور ويهدمه. هتلاقي نفسك ان الامور اه بتتحلم عنه. بتقدر تسيطر شوية. انما واحد فقط الامر صعب. فانا انصحك نصيحة لله لو انت لوحدك. اللي يقول لك بقى ركب مصايد يقول لك سموا الكلام من ده اخدها من الثقة مش هيعمل شيء. انا عملت كل اللي ما تتخيله. جبت انواع السموم والله العظيم ثلاثة اللي قدر الله لو الانسان استنشقها. ربما يحدث لمشاكل جمده. سموم خطيرة اصلا محظورة. ولكن مفيش مفيش ما داش نتاك. تمام? فنصيحة مني لو انت لوحدك في المنطقة حاول تشوف منطقة ما فيش دبور. فيه. فيه اماكن ما فيش دبور. يعني على سبيل المثال في مصر عندنا. اه الاماكن مثلا اللي بيكون اه ارياف وما جباز ذلك. اه بتلاقي مثلا دبور منتشر فيها. بس ممكن تيجي ترحل مثلا الاماكن صحراوية. ما يكونش فيه دبور او منعدم. فانت بيتلقى انصحك لو انت الوحيد شد على منطقة او اللي منحل بتاعك على منطقة الدبور فيكون قليل او مفيش دبور. ده حل لك. لو انت موجود انت وعدد من المناحل في المنطقة تحتك. لابد الكل يتكاتف في الموضوع ده. والكل يكافح الدبور في الوقت ده سواء بمصايد او صوم عشان تقدروا تسيطروا. انا هديك مثال بسيط الله يبارك في عمرك وااسف على على الاطالة. في حاجة اسمها الوساد او بيسموه زئب النحل. اه ده منتشر في بلدان الخليج وانا كنت بعاني منه في العمل بتاعي في المملكة العربية السعودية. اه ده مشكلة مشكلة كرسة بجد زي زي الدبور احمر برضو. اه بس ده بياخد النحلة. من الله يبارك فيك بياخد النحلة من مدخل الخلية. ويقع على بعد مترين تلاتة في المرحلة نفسه. بيكون فحر اه فحر فحر وينزلها شغال على الوضع ده. تمام? ده بجد كارثي. كارثي بمعنى كلمة كارثي. بل اخاص زي ما انا قلت لك قبل كده في الدبور الاحمر لو انت الوحيد في المنطقة. لو انت الوحيد في المنطقة صدقني مهما تركب بقى نموسيات تركب مصائد تركب آآ آآ غراء كل ده ما بيجيبش حال. كان يحبس النحلة من الساعة تمانية الصباح لحد الساعة رباع العصر. ولو استمرت هيكل لك كل ما هي نحلة سرحة هيكلها لك. هييدمرها. تمام? عكس مثلا لما يكون ما شاء الله تبارك الله في منطقة مثلا فيها خمس وعشر مناحل. والكل يركب نموسيات والكل يكافح آآ بتسيطر علي. انا كلمك على شيء انا شفته على ارض الواقع. انما لان الله يبارك في عمرك انا ذكرتني بموقف حتى اسمها اه ابو عريش في الجزان. في الجنوب يعني جنوب المملكة. آآ احنا نزلنا في في مكان منحل كان موجوب معانا يا ربما يمكن مثلا آآ سبعة تمان مناحل في المكان ده. الوساد ما كانش مأثر على النحل والنحل كان بيسرح والامور ممتازة. الناس بترى تنقل لمرعة تانية. واحد نقل التاني نقل التالت نقل الرابع نقل. اصبح ما بقاش فيها اللانة ومنحل كمان. تخيل بقى كل الوساد اللي كان اصلا متوزع على المناحل دي. والمناحل طبعا مشيت. بقى متوزع على منحلين اتنين. بدلا ما كان متوزع على عشر مناحل بقى متوزع على منحلين اتنين. المنحل لانا قد فيه. ومنحل واحد تاني. تخيل كمية الوساد لدرجة نقفت النحلة. فأنت كده خلاص. مهما كافح مفيش حل لازمة تنقل نحلك انت كمان. تمام? فكان لابد النقل وده اللي حدث. لان النحلة بعد كده على مكة المكرمة لان انا عايز اقول لك ان الامر بيقوم في كمة الصعوبة. فانا بس حبيت اديك تشبيه ما بين الوساد او زيب النحلة دي وبين الدبور. ان مكافحة لوحدك شكرا مشتاف تامحك. والنصيحة الوحيدة تنقل. لو انت مجموعة كفحوا. هتجيب نتائج. مشكور يا اخي ونأصف على الاطالة. الله يبرك في عمرك يا رب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخويا السيد الله يجزيك الخير. الله يبرك في عمرك. اخويا السيد بتسأل هنا بتقول السدرة دي بتنزي عليها وبتطلع النحلة تعبان عليها. بعد ما بتاخد السدرة. انا هقول لك تجربة يا اخويا السيد فيما يخص موضوع السدرة. طبعا السدرة في مصر ربما يكون قليلة. اه في صعيد مصر. اكلمك على السدرة اللي انا كنت منزلها في المملكة العربية السعودية. اه الاماكن اللي كنت منزلها الله يبارك فيك سواء استمرت مثلا خمسة وعشرين يوم استمرت شهر في موسم السدرة خمسة وتلاتين يوم حسب الموسم. اه الفترة اللي انا بنقضيها دي في فترة اه موسم السدرة ما فيش حبوب لقاح خالص. انا طبعا بتكلم على موسم السدرة ما فيش جنبه اي نباتات تانية. ما فيش جنبه اي ازهار تانية. بالتالي النحل بيجيب روحيك فقط. فالله يبارك في عمرك انت اصلا لما بتيجي تلاقي نفسك خلاص فرس العسل مثلا على مدار شهر جلسته او مثلا مدار خمسة وعشرين يوم مدار تلاتين يوم. بيجي تطلع حبوب اللقاح اللي كانت متخزنة في الاطارات. النحل استهلكها. يعني كان فيه حضنة قبل ما نخش السدرة. حضنة خرجت. بالتالي استهلكت حبوب اللقاح. اللي هو المخزونة في الاطارات او خبز النحل اللي هو مخزون يعني. بالتالي ما فيش مردود جاي من الخارج من حبوب اللقاح. ربما نقدر نقول اه حبوب اللقاح اللي جاي من الخارج ايه? واحد في المية? اقل من واحد في المية ما فيش. زيرو. زيرو بمعنى كلمة زيرو يعني اه لا يوجد حبوب اللقاح خالص في المرعة. طبعا اتكلم علينا كنت انزع لي في واحد تاني منكم يقول لك لا. انا عندي مثلا زي الاخ اقبر كي اقول لك انا عندي في البحرين اه مع السدرة بعد النباتات التانية او الخضروات ان احنا بيجيب منها حبوب لقاح ده شيء تاني. نتكلم على الصدر الصافي. اشجار الصدر الصفية. سواء بقى صدر بري او صدر بلدي ايا 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 كنين تنازل عليه. لو صدر فقط. تمام وجلست خمسة عشرين يوم جلست شهر جلست خمسة وتلاتين يوم. انت بتقول الخلية تعبت. هي تعبت لسبب ان الملكة توقفت عن وضع البيت. ولو وضعت بيط بتضع البيت بكميات قليلة جدا. ما فيش حبوب اللقاح داخل الخلية. المخزون اللي كان موجود من خبز النحل. النحل استهلكه. استهلكه بمعنى استهلكه. تبتو خرج اطارات فقط فضية. والتاني حاجة انت لما بتجي تفرز العسل بتاخد العسل ما شاء الله تبارك الله كله. انت حتى لما بتجي تفرز مثلا لو خلية عشر اطارات. لو ربنا رازق والموسم ممتاز وكويس وطبعا ما فيش امطار لان الامطار دي مشكلة سعب بتأثر على الموسم. بتلاقي نفسك ممكن طلعت من الخلية العشر اطارات تمن اطارات عسل صدرة. تمام? التمن اطارات ما فيهمش حضن وحضن اللي فيهم معدومة. معدومة قليلة جدا. انت دخلتهم الفراز ونزلتهم خلاص انت بتشد نحلك او بتنقله يعني. لمكان انت هنا هنا دورك كنحال تتوكل على الله على مكان بعد ما تطلع من الصدرة مباشرة ما كان فيه مرعة حبوب لك واحدة ام هاجة. مش رحيك لأ لان هي مش محتاجة رحيك انت كيك هي تدعم بتخزية. وبعدين لو راحك مرعة رحيك مفوش حبوب لقاح الخلية دي هتنتهي. هتنتهي بمعنى كلمة تنتهي. تمام? وانا الرأي الشخصي ان الانتظار اكثر من شهر في مرعة الصدر كده انت بتعرض الخلال خطر. تعرض الخلال الخطر بجد عن تجربة انا اتكلمك عن تجربة. خمسة عشرين يوم شهر بالكتير تتوكل على بركة الله تفرز عسلك باللي ربنا رزق ليك وتنقل على مرعة حبوب لقاح. ده اهم شيء. لانك انت محتاج يخرج للجيل او اتنين علشان يعوض النحل الكبير في السن اللي موجود في الخلية. لو ما عملتش كده هتنهارد منك خلايا. هدي حطها في بماغك. اعز اقولك ان انا نزلت مسلا في الجنوب في جزان في بعض الاماكن في السدر هناك. نزلت مسلا في الشمال على حدود حفر الباطن اماكن سدرة ممكن ما تقولك ممتدة بالعشرين وبالتلاتين كيلو سدرة. تمام? يعني مرعة الصدر هائل. ولكن جاي رحيط فقط للخلايا. حبوب لقاح لا يوجد حبوب لقاح. تعرف لو فيه في المرعة دوت حبوب لقاح جاي مع السدرة ممكن ربما الخلايا ديت تبارك الله ما شاء الله يحدث لها تقدم لا تتخيلها. بس بالتالي هي اثر عليه هي اثر على جمع العسل. فهي كل شيء الله يبارك في عمرك اه لها زي ما تقوله سلبيات وايجابية. مثلا دلوقتي عندنا في مصر في موسم البرسيم قبل شهرين. حوالي مثلا نصف ستة. اه طبارك الله ما شاء الله النحل بيحضم لان في جاي حبوب لقاح. وان نحل بيجمع لك عسل. وبالتالي اصلا النحل بيقول لك اه نزل اه حجز ملك عشان تعرف تقوله عسل. فيما يخص السدرة. لو السدرة فقط سدرة معاش اي نباتات تانية. اه حجز ملكي في السدرة ممنوع. هو اصلا مفيش الله رحيك اصلا حط حجز ملكي فين. انت تحط حجز ملكي فين. اي انت تحط بقى انا بتكلم على اشجار عشان بسيكون الكلام واضح. اشجار السدرة فقط. في بعض الاماكن يقول لك انا عندي سدرة وعندي خضروات عند اشجار تانية النحل بيجي حبوب لقاح ورحيك. ده وضع تاني. ده هو وضع تاني انا تكلم على اللي عنده سدرة فقط. اشجار سدرة فقط. حجز ملكي اه ممنوع. ممنوع. بجد لان كنت الخليج اصلا مش هتحضم. فاتت تحط حجز ملكي هي لازمته. ونصيحة. نصيحة من لك. ازيد من خمسة عشرين يوم شهر بالكتير ولازم تتحرك على مرعة حبوب لقاح. الله يبارك فيكم وشكوري اخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا اخو يا ابو جمال الله يجزيك الخير. الله يبارك فيك. اخو يا ابو جمال انت هنا بتسأل بتقول انك انت عندك عشرين خلية ضعيفة. على اطارين وتلت اطارات. وعندك خلايا ما شاء الله تبارك الله على اه عشر اطارات وعلى تسعة وعلى تمن اطارات. بتقول انك انت اه تدعم ولا تضم من خلايا ديت. اه اخو يا ابو جمال لو المرعة عندك ممتاز. مرعة طبعا والنحل بيحضن. حضنة. والامور ممتازة وبيدخل حبوب لقاح. رأي الشخصي اختبر الملكات ديت بمرة واحدة دعم. دي اول خطوة تقوم بها. يعني هتيجي على عشرين خلية اللي هم عندك الدعاف دول. هتدي لكل خلية منهم اطار حضنة مغلقة. طبعا اللي فيها كسافة نحلية كويسة هتديها هتديها حضنة مغلقة على وشك الخروج بدون نحل. تمام? واللي فيها اه كسافة نحلية ضعيفة او بسيطة هتديها الحضنة المغلقة بالنحل بتاعه. بالنحل والحاضن بتاعه. طبعا متقفص على الملكة مسلا اربعة عشرين ساعة وتفرج عنها. حس برضو هي تأمن على الملكة اللي موجودة. تمام? بعد ما تعمل الموضوع دوت يا خوة ابو جميل الله يبارك فيك. تنتظر ان شاء الله مثلا مدة عشر ايام خمستاشر يوم. تشوف صورة الخلال الدعم ديت هل فيه تقدم ولا تراجع? طبعا انت تسجل الحاجات دي عندك. اللي تحس ان هي مفيش تقدم وبتريد تتراجع ديت اشر على كده تأشيرة لان ديت هي اكيد هيكون فيها مشكلة في الملكة. اللي تلاقيها اطار الحضنة بعد ما خرجت في الخلية الضعيفة. وبتلت تتقدم معاك. وبتلت تستقبل الشيء ده. وما شاء الله لقيت في نتائج ملموسة. ديت يبقى استقبلت الدعم وما شاء الله تبارك الله. طبعا اللي ما استقبلتش الدعم. تمام? وبتلت زي ما هي لسه زي ما بقوله كده وقفة. ديت مهما هنجعم فيها هي مشكلة في الملكة عندي. سيبقى حلها ايه? حلها حاجة من الاتنين. لو عندك ملكة موجودة. كويسة. متلقحة هتددلها. ما عندكش تضمها لان ديت مهما تدعم فيها خسارة. طبعا كل اللي اللي بتتكلم لك في دي ما تفكرش تعمله الا في حالة وجود مرعة عندك للنحن. تمام? اللي هو مرعة حبوب لقاح بالاخص. انما يكون عندك فيه شح وتقول اعمل الشيء دي. انت بتخسر اصلا الدعم اللي انت بتدعمه. تمام? في ملحوظة تانية يا اخويا ابو جمال الله يبارك فيك لابد الانتباه لها. الخلايا القوية اللي هي على سبعات وتمانيات وتساعات اللي انت هتاخب منها الدعم تدعم به الخلايا الضعيفة. ما تزودش عن اطار حضنة مغلقة من كل خلايا. سواء حضنة مغلقة بالنحل التاعه. او حضنة مغلقة بدون النحل حسب احتياج الخلية الضعيفة. فقط. ما تفكرش تاخب من خلية اطارين وتلاتة حضنة. مش عاوزين تأثر على الام. تمام? ان الخلايا الام اللي هي تاخب منها الدعم دي. انك انت تجور عليها وتاخب منها تنين وتلاتة واربعة حضنة. احنا هنرجحها كده ضعيفة تانية. لا هو كفى واحد. تمام? والواحد ده ان شاء الله يكون مفعول السحر برضو بازن الله مع الخلية الضعيفة اللي هتتحط له. طبعا زي ما انا قلت لك مع المتابعة ان شاء الله. وتشوف الخلايا اللي هتتقدم معك ممكن نديها دعم كمان مرة لو احتاجت. الخلايا اللي مش هتتقدم معاك وهتحس ان في مشكلة والملكة نفسيها الاساسية بتاع الخلايا الضعيفة. حركتها في وضع البيض بعد الدعم وخروج الحضنة المغلقة. بقى نحل ووضعها في البيض سيء في وجود مرعة كويس. هنا لابد تغيير الملكة مباشرة او عملية الضمل ان الملكة تكون سيئة. مش هتديك نتائج وهتتعبك على فاطح. اتمنى يكون وصلت لك الفكر لان اتكلم عليها. ومشكور يا اخوي ابو جميل. الله يبارك في عمرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا اخوي احمد. الله يبارك في عمرك. الله يجزيك الخير يا رب. اخوي احمد هنا بتسأل بتقول العجينة اللي تحط عليها فول السوية. هي الاحسن ولا الخميرة ولا احبوب اللقاح. والله يبص يا اخوي احمد انا اقول لك على انا اشتغلت به اول ما اجربته. وشفت النتائج بتاعته في الخلية. بالنسبة للخميرة الحبوب اللقاح اه انا اشتغلت عليهم ما شاء الله تبارك الله ممتاز. حسب المتاح عندك. مش هقول لك لا احبوب اللقاح اه ن mica تشتغلش بالخميرة او خميرة بس ما تشتغلش حبوب اللقاح. المتاح عندك من الافتنين دول. عندك خميرة توقع على البركات الليه. طبعا في الشحة انا اتكلم عالشح. عندك حبوب اللقاح توقع على الله. دي من النسبة للعجين. فول الصوية بالنسبة لللي احنا عايشينه في الوطن العربي ما نصحقش به. ان للاسف الشديد. ممكن ما تعافش تجيب منزوع الدسم. بعدين هيقبلك مشاكل. بعدين اضرارها كتير. فانا اتجنبها. اتجنبها. تمام? عندك حبوب لقاح طلحته من الايام مثلا الرابيع عندك او المرعة الممتازة عندك وركبت مصايد وطلحت اتنين تلاتة كيلو. استخدمه في الشحة. ده ممتاز ليك. ما عندكش? ما تشكش على نفسك. مش هقولك رح اشتري حبوب لقاح مبارة. انا ما انصحكش. حبوب لقاح تشتريها مبارة ما انصحكش. تمام? لاني مش عايز ان نخش في مشاكل وربما يكون فيها تحمل امراض تحمل مشاكل ايا يكن. هنا تاخد طريقك هناك تتشتغل على الخمير. ادت نتائج نعم ادت نتائج. استخدمناها في الشتاء وادت نتائج. واستخدمناها في عام الشحة في العمل ماضي في الصيف وادت نتائج. تمام? انما فول الصوية نصيحة. مني ذلك ابتعد عنه. عاوز تجربه وجربه. دي حرية شخصية ترجع لك انت. ولكن لو هتجربه استهلاك النحل منه. او آآ استهلاك النحل اللي عاجين بفه فول الصوية ضعيف. وبعدين لو قدر الله لو فول الصوية ده مش منزوع. تمام? مش منزوع الدسم. هيقابلك مشاكل في بعض النحل. تمام? انت متاش محتاج مشاكل. يعني انت دلوقتي بتدي الشيء للخلية. علشان ان هي مثلا تستفيد منه. ولا تجي بعد كده تلاقي فيه امراض وترجع تجي تشتيره علاجات وتعالج. واصلا لك نقصد ايه? فاتمنى يكون وصلت لك الصورة لانا اتكلم فيه. فحاجة من الاتنين لخميرة لحبوب اللقاح حسب المتاح عندك وتوكل على بركة الله. طبعا عندك مرعة ما تحط شوح الجراب. ده اللي انا اتكلم فيه. الله يبارك فيك يا اخويا ومشكور. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا اخويا محمد الله يبارك فيك والله يجيزيك الخير. اخويا محمد انت بتسأل دلوقتي بتقول اه على الخيش. تبقى انت من اين انت? اما الغربية او الانين? انا متى انت من مصر من عندنا اه اه نصحة من لك شيء للخيش. النحلة هيستريح. بس تزلل. اهم حاجة تزلل على النحل. تزلل محترم. تمام? سواء عازل او اي شيء. مهم تزلل او تحط تحت اشجار في الفترة اللي احنا فيه في الصيف دي. تمام? وشيل الخيش. اه ممتاز صراحة. بس في نقطة الله يبارك فيك. وانت بتفتح الخلية. تكشف على النحل. تفتحها بالراحة طبعا وتدخن عليها. هيكون في بعض النحل في الغطى من الاعلى. تمام? النحل اللي في الغطى في الاعلى دوت. وانت بتيجي تقفل ما تحاولش تقفل برضو الا لما تنزل النحل اللي على الغطى. علشان ما يتمش داعها سوق ويموت. بس اللي انا شفته ان النحل بيكون مستريح مستريح. لما تشيل الخيشة في الوقت الحردة. سواء في الليل لو انت تبعت في الليل او بالنهار. طبعا انا عن نفسي برجحها تاني في وقت الخريف وبشدت بها. يعني في الخريف والتشتيق انا برجحها مرة اخرى. لان النحل بيكون محتاجها. انما حاليا انت لما تشيلها بس ظلل اهم حاجة اقول لك مرة تانية وتالتة. ظلل ثم ظلل على النحل. دي اهم هك. ضللت على النحل وديته حقه في التزليل شيل الخيشة. تمام? فيه نقطة الله يبارك فيك. لو خلية عندك فيه مسافات ما بين الغطى وما بين الخلية تسمح ان ممكن نحل يخش او طيارات هواية تخش الخلية دي ما تشيلش منها الخيشة. لان معنى ان يخش منها نحل ما بين الغطى الخارجي وما بين الخلية احتمال ممكن بعد النحل يخش يسرق من الخلية. وبالتالي هتبقى مشاكل احتمال يخش طيارات هواة سخنة. تمام? انا اكلمك على اغطية الخلية لتكون محكمة الاغلال. ان كنت تحطها على الخلية زي ما بيقولوا كده ما فيش اي منفس هواة يخش. في الحالة دي انا بقول لك شيل الخيش لحد ان شاء الله مثلا شهر عشر شهر احداشر. اللي هو بمعنى صح اما الجو يحس ان هو بتدعي برد. في الحالة دي تقدر ترجعها تادي. انت تحس ان شاء الله لما تشيل الخيشة النحل استريح معك. تمام? بس انا اتبعك تنبيه بسيط لما تيجي تشيل للغطى ان شاء الله. للفحص. وتيجي مرة اخرى تخلص الفحص عشان تنزل الغطى. تمام? اه انك انت ما تقفلش بسرعة اه الغطى وتحاول يعني لو في مثلا نحل بعض النحل البسيط حاول تشيله من الغطى عشان ما تديسوش وانت بتقفل الغطى. وبالتالي انا مش عاوزين خسائر انك تدعس نحلة واثنينة وثلاثة يموتوا يعني اه شيء ربما يكون يعني صعب على النحال. تمام? الله يبارك فيك يا اخويا والله يجزيك الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخويا علي الله يبارك فيك. اخويا علي بتقول انت عاوز طريقة اه او علاج لعسة الشمع اللي في ارضية الخلية. اخويا علي دي اخدها مني الخلاصة بتاعت الكلام يعني. خلية قوية عسة الشمع مش تعرف تأثر فيها اي تأسير. ما عليك انت كان حال غير انك انت كل ما فيجي تفحص الخلية تنظف وردية الخلية. تمام? لو انت بتتنزل عجائل للخلية ما تستخدمش في العجائن ديت اي مكونات تنزل في وردية الخلية. يعني ما تحطش بقى دقيق وما تحطش حموص والحاجات دي دي هتنزل في وردية الخلية هتكون بيئة خصبة لعسة الشمع. تمام? انا بكلمك على اشياء احنا اشتغلنا فيها كلنا وشفناها. حط ليه في حزبانك? خلية اطارين او تلاتة بتكون عرض لعسة الشمع ان هي تتجول فيها وبتبهدل الاطارات زي ما بيقول وبتعمل انفاء وبتحدث مشاكل في الحضنة المغلقة وانتفغين عنها. خلية قوية ما شاء الله ست اطارات سبع اطارات عشر اطارات عسة الشمع ما تقدرش تتمكن فيها. فقط النحل بس ينظفوا ارضية الخلية. انما اللي اقول لك ده فيه علاج حطه او فيه اه دوة تحطه خدها مني سكة مفيش الكلام ده. ده فقط تكون تاجر عاوز من الاخر يستغلك وتبكون خسائر لك. اضغط نحلك ما تخليش اطارات زي ده في الخلية باهمهاك. يعني خلية مثلا تحتاج انها تضغط على خمس اطارات اضغطها على خمس اطارات. ما تحطش فيها عشرة. تضغط على سبع حط سبع ما تحطش فيها عشرة. تمام? ضغط نحلك ما فيش بص اي شيء ما قدرش يتمكن ما خليش. انت اصلا بتحافز ما شاء الله تبارك الله ما تضغط النحل ده بتحافز على ان. اه طبعا اتكلم على الضغط النحل للضغط المعتدل. مش تضغط النحل للدرجة انه يكون عند اخر اطار ضغط النحل ينزل بكمية كبيرة. لا انا اتكلم عن الضغط المعتدل. اللي هو ولا ضغطه قوي ولا فكاء قوي. الضغط المتوسط اللي هو الناس عارفات. تمام? مشكلة في الحضنة مش هتقابلها ان شاء الله. تمام? اه لو قدر الله اي حاجة فيما يخص الحضنة انت كنت بتحمي الخليش. اه كذلك الله يبارك فيك. انت بتسأل على نقطة تانية بتقول اخلى الاطارات نحية فتحة الصروح. تمام? ولا عكس فتحة الصروح? لا حط الاطارات نحية فتحة الصروح. عكس فتحة الصروح محطاش. لان اه لو جيها اي عدو الاعداء النحل حاول يعني حاول يخش يتمكن من الخلية هيكون في مصد لها. لقدر الله لو الخلية هتتعرض لاي سرقة من نحل سواء نحل من منحلة كنت او من منحل في الخارج هيكون برضو اه مصدر الرضع ليها مستعد اللي هو النحل على فتحة الصروح. تمام? انما انك انت تحط النحل في اتجاه بالاخص لو اطارين تلاتة اربع اطارات في اتجاه وما بين وما بين فتحة الصروح ست سبع اطارات هتكون الخلية كده فريسة لاي نحل يخشها. هتكون بمعنى صح انك انت هتلاقي نفسك ما تيجي تبص على خلية هتلاقي نفسك ان الاطارين تلاتة دولات. ما بين وما بين فتحة الصروح في نحل في ارضية الخلية. احنا شغالين الله يبرك فيك ان الاطارات تكون عند فتحة الصروح. ومديها نتائج ممتازة ما شاء الله تبارك الله. طبعا لو فتحة الصروح متسعة ازياب من لازم حاول تضيقها. عشان مسلا ما يخش لكش منها هواء سخن. ما يخش لكش منها اه طيارات هوائية. حسب طبعا الفترة الزمنية. تمام? اه لا قدر الله لو عندك دبور لازم تضيقها على على القدر المستطاع. وبعدين فيه مسطرة. في مسطرة ممكن ان كنت تتركبها على فتحة الصروح. العيون السلسية بتاعتها تسمح بدخول النحل والذكور. انما ما تسمحش بدخول الدبور. دي تكون ممتازة. طبعا بس مش هتكون حل قادل. لا. ولكن احنا بنسيطر على الدبور ونخش خليز. انما انه يمنع الدبور ويكافح وكلام من ده. لا ده شغل لنا تانية دي. تمام? فانا انصحك الله يبارك فيك ان زي ما انت زي ما قلت لك. الاطارات تقول ناحية فرحة الصروح دي اول شيء. اضغط نحلك عشان تقدر تقاوم اي قافة داخل الخلية او اي مرض لك قدر الى في الحضنة. تمام? ده الشيء الممتاز. انما اللي يقول لك ده هو الكلام من ده ما تسمعش الكلام دي. ما شكور يا اخوي الله يبارك في عمرك يا ربط.